موسيقى يا ترى الأعداد في تل النمل بتقل ولا لا؟ ده السؤال اللي كان شاغل بال صاحبنا عمر ومريم تعالوا نشوف عمر ومريم عملوا ايه؟ أهلا بيكم أنا مستر محمد عبد الكبير درسنا النهاردة الدرس الخامس هنتعلم مع عمر ومريم الطرق المختلفة لكتابة العدد واللي بنسميها صيغ كتابة العدد عمر ومريم من ضمن أبحاثهم لدراسة النمل كانوا بيعدوا النمل يوميا في التل الواحد علشان يشوفوا الأعداد سابتة ولا لا وبيسجلوا البيانات وفي آخر الشهر سجل عمر أعداد النمل زي ما احنا شايفين دلوقتي ودي الطريقة اللي سجلت بيها مريم العدد عاوزك تبص على العددين كويس يا ترى عمر ومريم عدوا نفس عدد النمل هو ده نشاط استكشف في كتابك صفحة 19 عنوانه تطابق أم اختلاف هسيبك تفكر علشان تكرر ده تطابق ولا اختلاف بس كمان عايزك تفكر لو في طريقة تتأكد بيها من إجابتك وكمان تفكر في الشبه والاختلاف ما بين اللي كتبه عمر واللي كتبته مريم هسيبك دقيقة ونرجع نكمل مع بعض تاج انا متأكد ان معظمكم وصل ان فيه تطابق طب عرفته ازاي ممكن حد يقول انا قريت العددين ولقيتهم زي بعض او حد يقول انا قارنت الارقام في العددين ولقيتهم نفس القيمة وممكن حد يقول انا هستخدم جدول القيمة المكانية وهكتب العدد اللي كتبته مريم في الجدول علشان اقدر اقارن بسهولة يعني اكتب اربعة في الاحد ومتين نكتبها اتنين في المئات وهكذا طب تعالوا نشوف جدول القيمة المكانية ونشوف هنكتب العدد تعمريم في جدول القيمة المكانية ازاي وهذه الارقام اللي هنستخدمها في جدول القيمة المكانية اول حاجة مليار يعني هنحط واحد في احد المليار وربعمية مليون يعني اربعة في مئات الملايين وستين مليون يعني ستة في عشرات الملايين وسبعة مليون يعني سبعة في احد المليون وتلتميت الف يعني تلاتة في مئات الالوف وتلات تلات هتكون فين يعني هتكون تلاتة في احد الالوف تمام عارف انتم ملاحظين ملاحظة هنقولها في الاخر ومتين يعني اتنين في المئات وعشرين يعني اتنين في العشرات وواحد ده اكيد هيكون واحد في الاحات الملاحظة اللي انتم عايزين تقولولي عليها ان فيه مكان ما تحطش فيه ارقام يبقى اكيد المكان دوت هنحط مكانه صفر علشان الصفر ما بيجيش في الصيغة الممتدة العدد اللي هيكون عندنا دلوقتي هيكون واحد مليار ربعمية سبعة وستين مليون 30321 يبقى كده احنا وصلنا ان عمر ومريم عدوا نفس عدد النمل ولكن الاختلاف ان كل واحد فيهم استخدم صيغة مختلفة بس لنفس عدد النمل وزي ما قدروا يعبروا عن نفس العدد بصيغة مختلفة تعالوا احنا كمان نتعلم ازاي نكتب نفس الاعداد باكتر من صيغة وده هيكون تركزنا في جزء تعلم في الكتاب في صفحة 20 في نشاط استكشاف الصيغ العددية تعالوا مع بعض نشوف الكتاب بتاعنا لما نفتح الكتاب بتاعنا هنلاقي الصفحة بتاعتنا موجودة بالشكل ده عندنا عدد مكتوب بتلت صيغة مختلفة الطريقة الاولى مكتوب بالصيغة القياسية يعني بالارقام زي اللي كان كتب بيها عمر العدد بتاعه والصيغة التانية اللي هي الصيغة الممتدة زي الطريقة اللي كتبت بيها مريم العدد بتاعها والتالتة دي الصيغة اللفظية يعني العدد مكتوب بالكلمات والحروف عايزكوا تبصوا كويس للأعداد التلاتة وتفكروا إيه اللي انتوا فاكرينه من السنين اللي فاتت عن طرق كتابة الصيغ العددية إيه هي الصيغة اللي بتكون سهلة بالنسبة ليك في كتابتها وإيه هي الصيغة اللي كنت بتلاقي فيها صعوبة اكتبوا بسرعة إجابتكوا في ورقة وبعد ما نرجع هنتكلم عن الصيغ العددية ونعرف إزاي ممكن نتعلم طريقة تسهل علينا كتابتها وفهمها عايزكوا دلوقتي تبصوا معايا على العدد في صورته القياسية وفي الصورة اللفظية لسه قيلين على الاختلاف ما بينهم دي بالأرقام لكن دي بالحروف لكن أنا شايف إنهم شبه بعض في حاجة محددة عاوزكوا تبصوا لهم كويس كده لو بصينا على العددين اللي في الصورة القياسية واللي في الصورة اللفظية الشبه اللي بينهم إنه هم اللي اتنين بيستخدموا الفصلة زي الفصلة اللي ما بين مجموعة الملايين ومجموعة المليارات دي والفصلة اللي ما بين المليارات اللي ما بين الالاف والملايين هنا برضو في الصيغة اللفظية لما يقول تسعة مليارات بيحط فصلة ومائتان وواحد وثلاثين وثلاثون مليوناً بيحط فصلة يبقى الفصلة دي موجودة هنا وهنا انا مش عايزكم تنسوها علشان الفصلة دي بتسهل علينا اراية العدد لكن اكتر صيغة بنستخدمها هي الصيغة القياسية وكمان الصيغة اللفظية في نفس الوقت الصيغة الممتدة مهمة جدا لانها افضل طريقة بنعرف بيها القيمة الكاملة للعدد لانها بتأكد على اني الارقام بتمثل المكان بتاعها زي الاحاد والعشرات والمئات وهكذا علشان كده في حاجة مهمة واحنا بنكتب الصيغة الممتدة وهي اننا مش بنكتب الصفر ورغم ان العدد اللي قدامنا فيه صفر في العشرات وفيه صفر في مئات الالوف بس ما بنكتبوش واحنا بنكتب الصيغة الممتدة خليكوا فاكرين الملاحظات دي علشان مهمة وهنستخدمها دلوقتي في لعبة اسمها تكوين العدد الاكبر فاكرين لما كنا بنكون العدد الاكبر ازاي لما يكون عندنا ارقام مش مترتبة بالزبط كده كنا بنحط اكبر رقم فاكبر مكان من الشمال واصغر رقم فاصغر مكان ولو كان عندنا عددين زي بعض بنحطهم جنب بعض وهكذا دعالوا نشوف هننفذ اللعبة دي ازاي علشان عايزك تلعبها انت كمان وانت موجود في البيت او في الفصل في المدرسة هيبقى عندنا مجموعتين من الكروت مرقمين من صفر لتسعة والمجموعتين دول هنخلطهم مع بعض وبعد كده هنسحب من الكروت دي او من البطاعات دي عشر ارقام علشان نكون منهم اكبر عدد دعالوا مع بعض نسحب البطاعات اول بطاقة موجودة معانا فيها اربعة بعد كده ستة بعد كده خمسة بعد كده اتنين بعد كده صفر بطاقة اللي بعد كده تلاتة ومعانا هنا تمانية وبعد كده تسعة يبقى كده باقي عندنا كمان رقمين فيه عندنا بطاقة واحد وكمان رقم اللي هو اربعة دعالوا بقى نبدأ نكون العدد الاكبر طبعا انتو عارفين قبل كده علشان نكون العدد الاكبر بنعمل ايه اكبر بطاقة عندنا او اكبر رقم اللي هو التسعة هنحطه على الشمال او في اكبر مجموعة عددية اللي هي المليارات وبعد كده عندنا تمانية وبعد كده عندنا الستة وبعد كده الخمسة وبعد كده الاربعة موجودة متكررة مرتين فهنجيب البطاقتين جنب بعض وبعد كده تلاتة وبعد كده اتنين وبعدين واحد واخر حاجة الصفر يبقى كده كوننا اكبر عدد طب تعالوا نكتبه معنا هنا علشان نروح على البورد ونكتب الصيغ المختلفة للعدد ده العدد اللي موجود معنا اللي هو تسعة مليار تمنمية خمسة وستين مليون ربعمية تلاتة واربعين الف ميتين وعشرة تعالوا مع بعض نروح نكتب العدد ده بصيغ مختلف احنا دلوقتي العدد موجود معنا هو تعالوا بقى نكتبه بالتلات صيغ اللي احنا تكلمنا عليه من نهاردة اول صيغ عندنا اللي هي الصيغة القياسية وبعد كده هنكتبه بالصيغة الممتدة وبعد كده هنكتبه بالصيغة اللفظي الصيغة القياسية زي ما اتفقنا ان احنا بنكتب العدد بالارقام والعدد موجود معنا هو فنكتب العدد اللي احنا كوناه من الكروت اللي هو تسعة مليار تمنمية خمسة وستين مليون ربعمية تلاتة واربعين الف ميتين وعشرة تعالوا بقى نكتب العدد ده بالصيغة الممتدة علشان نكتب العدد بالصيغة الممتدة فاحنا هنكتبه بالقيم المكانية لكل رقم من ارقام العدد فهنبدأ اول حاجة بالتسعة التسعة دي موجودة في مجموعة المليارات يبقى القيمة المكانية بتاعتها تسعة مليار هنكتب التسعة وقدامها تسعة تصفر بعد كده التمانية في مئات الملايين تبقى تمنمية مليون زيت الستة في عشرات الملايين بستين مليون الخمسة في احد المليون بخمسة مليون الاربعة في مئات الالوف بربعمية الف الاربعة اللي جنبها في عشرات الالوف تبقى اربعة في العشرات اربعين فعشرات الالوف تبقى اربعين الف زيت تلاتة في الالاف او في احد الالاف تبقى بتلات تلاف زيت اتنين في المئات يعني متين زيت واحد في العشرات يعني عشرة الصفر في الاحد مش بحاجة وبالتالي مش هنكتبه في الصيغة الممتدة لان الصفر في اي مكان ما بيتكتبش في الصيغة الممتدة دلوقتي كتبت العدد اللي كان موجود عندي بالصيغة القياسية والصيغة الممتدة وفاضل ان انا اكتبه بالصيغة اللفظية اللي اتفقنا ان هي هتكون عبارة عن حروف وكلمات تعالوا نكتب الكلام اللي احنا قرينا به العدد بالشكل ده تسعة في المليارات يبقى نكتب تسعة مليار وهو هتنسى الفاصلة 865 مليون يبقى هنكتب وثمان ماء وخمسة وستون مليون والفاصلة بتاعتنا ربعمية تلاتة واربعين الف يبقى نكتب واربعمائة وسلاسة واربعون الفا ونعمل فاصلة علشان تفصل ما بين المجموعة العددية بتاعة الالاف والمجموعة اللي هتيجي بعدها ومتين وعشرة يبقى نكتب ومائتين وعشرة وهي دية مجموعة الوحدات وبكده نكون كتبنا العدد بالتلات صيغ مختلفة عايزك بنفس الطريقة تكون العدد الأكبر من الكروت اللي معاك وتكتبوا العدد ده في الكتاب عندكم في صفحة واحد وعشرين وانتوا بتقرنوا عاوزكوا تفكروا في الأسئلة دي مين فينا عنده الرقم الأكبر في عشرات الألوف مين عنده الرقم الأصغر في أحد المليارات مين عنده الرقم الأصغر في عشرات الألوف هسيبلكوا وقت دلوقتي تكملوا اللعبة وتكون الأسئلة دي موجودة قدامكم علشان تتأكدوا من التفكير فيها بعد ما تلعبوا اللعبة خلصنا لعبة تكوين العدد الأكبر ورتبنا الكروت اللي طلقت لنا وكوننا بيهم أكبر عدد وكتبناه بصيغ مختلفة وإحنا بنلعب أكيد استخدمتوا استراتيجيات مختلفة لكتابة الأعداد وهو ده اللي هنبدأ نفكر فيه ونكتبه في جزء فكر في الكتاب صفحة 23 فكروا إيه الاستراتيجية اللي بتستخدمها علشان تكون أكبر عدد افتكر احنا قلنا الكلام ده ولو عندك استراتيجية تانية عاوزك تكتبها دلوقتي هنقدر نروح نحل مع بعض التدريب اللي موجود في كتابكم صفحة 23 تعالوا نجيب التدريب مع بعض ونحله في السؤال الأول بيقول لنا اكتب الصيغة اللفظية للعدد 48 عايز أقول لك إن العدد 48 ده ده موجود في صيغة قياسية اللي هو مكتوب بالأرقام وعايزني أحوله أو أكتبه في صيغة لفظية يعني أكتبه بالحروف والكلمات تعالوا نكتب العدد بالحروف والكلمات فهنكتب 8 و4 في السؤال التاني بيقول اكتب الصيغة القياسية للعدد 370 يعني عكس السؤال الأول هنا مديني عدد في صيغة لفظية وبيقول لي انت اكتبه في صيغة قياسية يعني اكتبه بالأرقام طب هنكتب 370 ازاي بالأرقام قادي 370 في السؤال التالت بيقول لي اكتب الصيغة القياسية للعدد 20 ألف زائد 7000 زائد 400 زائد 20 زائد 2 علشان احل العدد ده ويبقى سهل عليك ممكن اقول لك استخدم جدول القيمة المكانية اللي هيخليك تكتب كل عدد من دول في مكانه علشان ما تغلطش وممكن على طول اتدربت كتير على جدول القيمة المكانية يبقى اقدر اكتب الصيغة الممتدة دي في صيغة قياسية بصورة مباشرة طب تعالوا نكتبه في صيغة قياسية العشرين ألف دي يعني اتنين في عشرات الألوف يبقى فيه جنبها الألوف هيجي فيها ايه فيها عندي 7-3 يبقى هنا سبعة فيه أحد الألوف ويبقى كده المجموعة العددية بتاعة الألوف خلصة يبقى حط الفصلة بتاعتنا وبعد كده جايب ربع مية ربع مية يعني برافو برافو أربعة في المئات وبعد كده عشرين يعني اتنين في العشرات وبعد كده اتنين يعني اتنين في الأحات وبكده يبقى كتبت العدد في الصيغة القياسية لأنه هو كان من دهولي في صيغة ممتدة تعالوا نروح للسؤال الرابع اللي بيقول اكتب الصيغة اللفظية للرقم سبعمائة ألف زائد ستين ألف زائد عشرين زائد تسعة والسؤال ده ممكن يكون بيمثل بيمثل تحدي بالنسبالك لأن انت مش هتقدر بصورة مباشرة تكتب العدد من صيغة ممتدة لصيغة لفظية فتعمل ايه؟ أكيد هتفكر ان انت تكتب العدد ده في الصيغة القياسية الأول وبعد كده هتكتبه في الصيغة اللفظية يعني بالكلمات تعالوا نكتب العدد ده في الصيغة القياسية سبعمائة ألف يعني سبعة في مئات الألوف ستين ألف يعني ستة في عشرات الألوف فاضل عندي في المجموعة العددية دي أحد الألوف مفيش هنا أي رقم يدل على أحد الألوف وبالتالي هحط في أحد الألوف سفر واخد الفصلة بتاعتي اللي بتفصل ما بين المجموعة العددية بتاعة الألوف ومجموعة الوحدات هنبدأ في مجموعة الوحدات المفروض يكون عندي تلت أرقام الأحد والعشرات والمئات موجود هنا عندي عشرين وتسعة العشرين دي يعني اتنين في العشرات والتسعة يعني تسعة في الأحد طب المئات رحت فين مش موجودة في الصيغة الممتدة وبالتالي هحط ما كانها هنا صفر بقى العدد موجود قدامي بالصيغة القياسية أقدر بسهولة أكتبه بالصيغة اللفظية اللي هو عايزها ونكتب مع بعض سبعمائة وستون ألفا وتسعة وعشرون تعالى نروح لآخر سؤال وده سؤال سهل جدا لأنه عاوز الصيغة الممتدة للعدد خمسين ألف تلتمية واحد وتسعين والصيغة الممتدة اتضربنا عليها كتير يعني نكتب كل رقم من أرقام العدد ده بالقيمة المكانية بتاعته فهنبدأ من الشماية الخمسة موجودة فين؟ الخمسة مكانها عشرات الألوف يبقى قيمتها بخمسين ألف زائد هنا صفر في أحد الألوف مش هنجيبه ومش هنكتبه في الصيغة الممتدة بعد كده التلاتة موجودة في المئات القيمة بتاعتها تلتمية زائد التسعة موجودة في العشرات يبقى قيمتها تسعين زائد الواحد في الأحد بواحد وبكده يبقى خلصنا جزء التدريب وضحنا الصيغة المختلفة والتحويل من صيغة لصيغة تانية عاوز أقول لكو إحنا النهاردة عرفنا مع بعض الصيغة اللي بنكتب بيها العدد من الطريقة اللي سجل بيها عمر ومريم بيانات البحث بتاعتهم ولعبنا لعبة تكوين العدد الأكبر اتدربنا على كتابة الصيغة العددية بالصيغة اللفظية والصيغة القياسية واللي أكدنا إنه مهم ما ننساش نستخدم الفصلة بين المجموعات العددية وإحنا بنكتب بالصيغة دول وكمان كتبنا الصيغة العددية بالصيغة الممتدة وأكدنا إنه إحنا ما بنكتبش الصفر لما بنكتب بالصيغة الممتدة تقدروا تستخدموا الكشاكيل بتاعكو وتكتبوا عن درس النهاردة ده نشاط بيساعدنا نستخدم الرياضيات بشكل مستمر ونراجع المصطلحات الرياضية اللي درسناها وتقدروا كمان تبدأوا بإنكوا تكتبوا إزاي كتابة الأعداد بالصيغة الممتدة بيساعدنا على فهم الأعداد الكبيرة جدا ما تنسوش علشان تتدرب أكتر على كتابة الصيغة المختلفة وتتحقق من فهمك اعمل سكان للكود اللي ظاهر قدامنا دلوقتي على الشاشة وحل التدريبات أتمنى تكونوا استمتعتم بدرسنا النهاردة واشوفكم الدرس اللي الجاي على خير